هل ترغب في إنقاص وزنك بطريقة صحية وسليمة؟ هل تبحث عن أجوبة علمية وعملية لكل تساؤلاتك حول الروجيم والحميات الغذائية؟ يأتي كتاب مية سؤال وجواب عن الروجيم والدايت ليقدم لك كل ما تحتاج معرفة عن هذا الموضوع الحيوي من خلال أسئلة وأجوبة شامنا نفصل استنادا إلى أحدث الأبحاث العلمية صاغ الدكتور عاطف أحمد مية سؤالا شائعا حول موضوع الروجيم وفقدان الوزن وأجاب عنها بأسلوب علمية وعملية راعي احتياجات وتساؤلات القارئ العربي ستجد في هذا الكتاب إشادات قيمة حول الطرق الصحيحة لخسارة الوزن أنواع الحميات الغذائية ومميزات كل منها كيفية التغلب على مشاكل الوزن الزائد أفضل التمارين والأنشطة الرياضية لحرق السعرات المحافظة على الوزن بعد الوصول للهدف لا تضيع المزيد من الوقت والجهد في اتباع برامج روجيم غير فعالة وغير آمنة احصل الآن على نسختك من كتاب ني سؤال وجواب عن الروجيم والدايت لتبدأ رحلتك نحو وزن صحي جسم متناسب بخطوات ثابت وواثقة مقدمة الكتاب يعد موضوع الرجيم والحميات الغذائية من أكثر المواضيع إثارة لاهتمام الجمهور خاصة مع انتشار ظاهرة السمنة والرغبة في تحقيق الوزن المثالي وفي ظل الكم الهائل من المعلومات المتداولة حول هذا الموضوع غالبا ما يجد القارئ نفسه حائرا بين الحقائق العلمية والمفاهيم الخاطئة لذلك فإن هذا الكتاب الذي بين أيدينا من تأليف الدكتور عاطف أحمد يأتي كمرجع عملي وسهل للإجابة على أهم مئة سؤال شائع حول موضوع الرجيم وفقدان الوزن بطريقة صحية وسليمة يقدم الكتاب إجابات شاملة ودقيقة لكل التساؤلات التي تخطر على بال القارئ حول كيفية الرجيم بشكل صحيح والتغلب على مشكلات الوزن والحميات الغذائية المختلفة وأنجح الطلق لحرق الدهون والمحافظة على الوزن المثالي بعد الوصول إليه اعتمد المؤلف في إعداد هذا الكتاب على خبرته الواسعة كطبيب معتمدا على أحدث الدراسات العلمية الموثوقة في هذا المجال سيجد القارئ بين طيات هذا الكتاب ثروة من المعلومات والنصائح العملية القائمة على الأدلة العلمية والتي تساعده على اتخاذ القرارات الصحيحة للوصول للوزن المناسب والمحافظة عليه آمل أن يشكل هذا الكتاب مرجعاً بسيطاً وسهل الاستعاب لكل من يرغب في الحصول علي وزن مثالي كما أتمنى أن يجيب على استفسارات وتساؤلات القراء حول هذا الموضوع الهم الرجاء نشر الكتاب لتعم الفائدة للجميع وفقنا الله جميعاً لما فيه الصحة والعافية دكتور عاطف أحمد كيف تتغلب على الشعور بالجوع أثناء فترة الرجيم تنصح بالآتي للتغلب على الشعور بالجوع أثناء الرجيم شرب الماء قبل الوجبات بنصف ساعة تناول وجبات صغيرة ومتعددة إضافة الألياف مثل الخضروات والفواكه للشعور بالشبع مضغ الطعام ببطء ممارسة الرياضة لتحفيز الجسم وتقليل الشهية تجنب تناول المشروبات الغازية والمشروبات السكرية ما هي أفضل المشروبات التي تساعد على خسارة الوزن أفضل المشروبات التي تساعد على خسارة الوزن هي الماء يفضل شرب ثمانية إلى عشر أكواب يومياً الشاي الأخضر عصير التفاح الطبيعي عصير الرمان القهوة السوداء الحليب قليل الدسم مشروبات الأعشاب مثل النعناع والبابونج ما هي المكملات الغذائية التي تساعد في التخسيس أهم المكملات الغذائية التي تساعد في التخسيس بروتين المصل يساهم في بناء العضلات الكرونيوم يساعد على حرق الدهون الكافيين يزيد من الطاقة ويقلل الشهية الكارينيتين يعزز حرق الدهون فيتامين دال يعزز فقدان الوزن أوميغا ثلاثة يقلل الالتهاب ويحسن عملية الأيضي كم ساعة نوم يومياً تحتاجها للمساعدة في إنقاص الوزن ينصح بنوم ما بين 7 إلى 8 ساعات يومياً للمساعدة في إنقاص الوزن فالنوم الكافي يساعد على ضبط مستويات هرمون اللبتيني الذي يلعب دوراً في الشعور بالجوع ويساعد أيضاً على التحكم في تناول الطعام ويقلل من إفراز هرمون الكورتزول الذي يرتبط بتخزين الدهون ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها تماماً أثناء فترة الرجيم الأطعمة التي يجب تجنبها تماماً أثناء الرجيم هي المخبوزات البيضاء مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية الحلوية والمخبوزات السكرية المشروبات الغازية وعصائر الفواكه الاصطناعية الآيس كريم والشوكولاتة الوجبات السريعة مثل البيتزا والهامبرجر ما هي الأطعمة التي تساعد على زيادة الشعور بالشبع؟ الأطعمة التي تساعد على زيادة الشعور بالشبع هي البروتينات مثل الدجاج والبيض والأسماك والمكسرات الألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة الأطعمة عالية الماء مثل الخيار والطماطم الأطعمة غنية بالكالسيوم مثل الألبان والسردين زيوت صحية مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا ما هي الطرق الآمنة لخسارة الوزن بسرعة؟ لا توجد طرق آمنة لخسارة الوزن بسرعة من الأفضل اتباع نظام غذائي متوازن منخفض السعرات مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لخسارة 0.5 إلى 1 كيلو جرام أسبوعيا تجنب الحميات الغذائية المتطرفة والأدوية والمكملات غير الآمنة هل رجيم الكيتو آمن وفعال لخسارة الوزن؟ نعم يعتبر رجيم الكيتو آمنا وفعالا لخسارة الوزن عند اتباعه بشكل صحيح يقوم هذا النظام على تناول نسبة عالية من الدهون 60 إلى 80% مع نسبة منخفضة من الكربوهايدرات 5 إلى 10% للدخول في حالة الكيتو سيسي التي تحرق الدهون لكن يجب استشارة أخصائي تغذية قبل البدء به لضمان سلامته ما هي الآثار الجانبية المحتملة لراجيم الكيتو؟ أهم الآثار الجانبية المحتملة لراجيم الكيتو هي إرهاق وتعب نتيجة نقص الكربوهايدرات صداع ودوخة امساك وانتفاخ فقدان كتلة عضلية ارتفاع نسبة الكوليسترول الضاري هبوط مستوى السكر في الدم لذا ينصح بمتابعة الطبيب أثناء اتباع هذا النظام كيف يمكن تجنب ترهل الجلد بعد خسارة الوزن؟ لتجنب ترهل الجلد بعد خسارة الوزن ينصح بخسارة الوزن تدريجيا وليس بسرعة شرب كمية كافية من الماء يوميا تناول أطعمة غنية بالبروتين للمحافظة على كتلة العضلات ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتدريب العضلات وشد الجلد الاعتناء بالبشرة بالترطيب والتقشير لتحفيز انتاج الكولاجين تجنب التدخينة كم عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم يوميا تختلف الحاجة اليومية للسعرات الحرارية من شخص لآخر وتعتمد على عوامل مثل الجنس بشكل عام يحتاج الرجال لعدد أكبر من السعرات الحرارية مقارنة بالنساء العمر تزداد احتياجات الطاقة مع التقدم في العمر خلال مرحلة النمو عند الاطفال والمراهقين مستوى النشاط البدني كلما زاد النشاط البدني احتاج الجسم لمزيد من الطاقة الوزن والطول كلما زاد الوزن والطول احتاج الجسم لمزيد من الطاقة بشكل عام يوصى بما يليك حد أدنى للاحتياج اليومي من السعرات الحرارية النساء ألفان سعرة حرارية الرجال ألفان وخمسمائة سعرة حرارية الأطفال والمراهقين تتراوح بين ألف وثمانمائة إلى ألفان وأربعمائة سعرة حرارية حسب العمر والنوع ويمكن زيادة هذا الحد الأدنى تبعا لمستوى نشاط كل فرد على حدة ما هي أهمية تناول الإفطار يوميا للمحافظة على الوزن يعد تناول وجبة الإفطار يوميا أمرا ضروريا للمحافظة على الوزن لأن تخطي وجبة الإفطار يؤدي إلى الشعور بالجوع الشديد ما يدفع لتناول وجبات أكبر خلال اليوم كما أن تناول الإفطار يساعد على تنشيط الأيدي وحرق الدهون ما أضرار رجيم الصيام المتقطع على الجسم من أضرار رجيم الصيام المتقطع زيادة نسبة السكر والدهون في الدم خلال في إفراز الأنسولين فقدان العضلات الشعور بالتعب والإرهاق صداع ودوخة جفاف وإمساك لذا يفضل تجنبها ما هي أهم الفيتامينات والمعادن التي يجب الحرص عليها أثناء الرجيم أهم الفيتامينات والمعادن أثناء الرجيم هي الكالسيوم فيتامين دال الحديد الماغنيسيوم البوتاسيوم حمض الفوليك فيتامينات باء المركبة فيتامين سي هل القهوة تساعد على إنقاص الوزن أم لا نعم يمكن للقهوة أن تساعد على إنقاص الوزن لاحتوائها على الكافيني الذي يحفز الجهاز العصبي المركزي مما يؤدي لزيادة معدل الأيدي وحرق السعرات الحرارية لكن يفضل تجنب إضافة السكر والكريمات إليها ما أضرار عصائر الفواكه على الرغم من فوائدها أضرار عصائر الفواكه تشمل ارتفاع نسبة السكريات بها مقارنة بالفاكهة كاملة كما أنها تفتقر للألياف مما يؤدي لارتفاع مؤشر كتلة الجسم لذا يفضل تناول الفواكه كاملة بدلا من عصيرها ما هي أفضل التمارين الرياضية الهوائية لحرق دهون البطن أفضل التمارين الهوائية لحرق دهون البطن هي الجريو، المشي السريع، ركوب الدراجة، السباحة، القفز بالحبل، تمارين الايروبيك ويفضل ممارستها بانتظام ثلاثة إلى خمس مرات أسبوعيا ما هي فوائد الريجيم الغذائي النباتي في إنقاص الوزن؟ يساعد النظام الغذائي النباتي على إنقاص الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف وانخفاض نسبة الدهون به كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحسن التمثيل الغذائي ما أضرار اللجوء للملينات لخسارة الوزن؟ اللجوء للملينات لخسارة الوزن غير مستحب حيث يمكن أن يسبب إسهالنا وجفافنا هبوطا في ضغط الدم تلفا للأمعاء وفقدانا للمعادن الغذائية وما يفقده الجسم من وزن عبر الإسهال هو ماء وليس دهونا ما الأضرار التي يسببها الإفراط في تناول البروتين أثناء الرجيم يؤدي الإفراط في تناول البروتين أثناء الرجيم لمشاكل صحية مثل زيادة الوزن نتيجة تحول البروتين الزائد لدهون إرهاق الكلا هشاشة العظام الإصابة بحص الكلا لذا يجب عدم الإفراط في تناوله ما أهمية ممارسة التمارين الهوائية أثناء برنامج إنقاص الوزن تساعد التمارين الهوائية على حرق سعارات حرارية إضافية وتعزيز عملية حرق الدهون كما أنها تحافظ على كتلة العضلات أثناء خسارة الوزن مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الدهون في الجسم والحصول على جسد متناسق ما أهمية تناول الأطعمة الغنية بالألياف أثناء الرجيم تساعد الألياف على الشعور بالشبع وتحكم الشهية كما تساعد على تنظيم حركة الجهاز الهضمي وامتصاص السكريات ببطء مما يساهم في خسارة الوزن كيف يمكن للنوم الكافي أن يساعد على إنقاص الوزن النوم الكافي ينظم مستويات هرمون اللبتيني الذي يثبت الشهية كما أنه يقلل إفراز هرمون الكورتيزول الذي يرتبط بتخزين الدهون في الجسم ما أضرار اتباع نظام غذائي قاسي منخفض السعرات بشكل مفرط يؤدي ذلك إلى فقدان العضلات بدلا من الدهون كما يبطئ معدل الأيض مما يصعب خسارة الوزن قد يسبب أيضا نقصا في الفيتامينات والمعادن الأساسية ما هي بعض البدائل الصحية للوجبات السريعة عالية السعرات بعض البدائل الصحية هي السندويشات المحضرة في المنزل السلطات الطازجة مع الدجاج أو التونة وجبات الحساء والأرز بالخضروات الأطباق الخضراء مع البيض أو الأسماك ما هي بعض العوامل النفسية والعاطفية التي قد تؤدي لزيادة الوزن منها الإجهاد الاكتئاب الشعور بالوحدة الملل النوم أكثر من اللازم الإفراط في مشاهدة التلفاز عدم ممارسة التمارين الرياضية ما هي بعض الإرشادات التي يجب اتباعها عند تصميم برنامج غذائي لخسارة الوزن يجب أن يحتوي على نسب متوازنة من العناصر الغذائية وأن يراعي الاحتياجات اليومية للجسم من السعرات وأن يشمل وجبات صحية متنوعة مع تجنب الأطعمة المصنعة ما الفرق بين السعرات الحرارية والكيلو كالوري؟ السعرة الحرارية هي مقياس لكمية الطاقة الموجودة في الطعام أما الكيلو كالوري فهو مقياس لكمية الحرارة التي يحررها الطعام عند احتراقه في الجسم ما هي أهم أسباب عدم فقدان الوزن رغم اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة؟ قد يرجع ذلك لعدم تقدير السعرات بدقة تناول وجبات خفيفة عالية السعرات الإفراط في تناول المشروبات السكرية عدم ممارسة التمارين بانتظام وكثافة كافية وجود مشاكل صحية أو هرمونية ما هي بعض الأطعمة الخفيفة الصحية التي يمكن تناولها بين الوجبات الرئيسية؟ أطباق الفواكه المكسرات غير المملحة الحمص زبادي الزيتون البيض شرائح الدجاج أو التونة الأجبان قليلة الدسم ما هي بعض المشروبات الصحية التي يمكن تناولها أثناء وجبات الطعام لمساعدة الجسم على إنقاص الوزن؟ ينصح بتناول الماء الشاي الأخضر القهوة السوداء عصير الرمان أو التفاح الحليب قليل الدسم مشروبات الأعشاب الطبيعية كالنعنع والينسون ما هي بعض البدائل الصحية للمقرمشة والوجبات الخفيفة الغنية بالدهون؟ بعض البدائل الصحية هي الفواكه الطازجة شرائح الخيار والجزر البقوليات مثل الحمص والفول المكسرات غير المملحة الزبادي الطبيعي كيف يمكن لممارسة اليغا أن تساعد في إنقاص الوزن؟ يساعد تمرين اليغا على زيادة التمثيل الغذائي وبناء العضلات مما يؤدي إلى حرق مزيد من السعرات الحرارية كما أنه يقلل من التوتر ويحسن التحكم في الشهية ما هي بعض النصائح الغذائية التي يمكن أن تساعد مرضى السكري على إنقاص الوزن بأمان؟ تجنب السكريات المضافة تناول كميات صغيرة متكررة الاعتماد على الأطعمة عالية الألياف تجنب الوجبات الدسمة مراقبة نسبة الكربوهيدرات في الوجبات ممارسة الرياضة بانتظام ما هي بعض الآثار الإيجابية لخسارة الوزن بالطرق الصحية على صحة الجسم؟ منها تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري تحسين وظائف المناعة والهرمونات زيادة معدل التمثيل الغذائي تعزيز الحالة المزاجية والثقة بالنفس ما هي بعض التمارين الرياضية التي تستهدف حرق دهون الخصر والبطن؟ منها تمارين ثني الجذعي من الوقوف تمارين الثبات على كرة الاتزان رفع الأرجل المتقاطعة أثناء الاستلقاء تمارين الحبل الجري في مكان ما هي بعض الأنشطة اليومية التي تساعد على حرق سعرات إضافية؟ المشي لمسافات قصيرة بدلا من السيارة استخدام الدرج بدلا من المصعد القيام بأعمال البستنة والتنظيف الوقوف أثناء العمل بدلا من الجلوس لفترات طويلة ما هي بعض الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين دال التي تساعد على حرق الدهون؟ الأسماك الدهنية كالسلموني الحليب ومشتقاته الخضروات الورقية البيض الأجبان قليلة الدسم المكسرات ما هي بعض المشروبات التي يجب تجنبها تماما عند محاولة إنقاص الوزن؟ المشروبات الغازية عصائر الفاكهة الاصطناعية المشروبات الرياضية والطاقة المشروبات الكحولية العصائر الطبيعية عالية السكر الشاي والقهوة ما هي بعض تأثيرات فقدان الوزن على الصحة النفسية والمزاج؟ تحسين الثقة بالنفس وتقدير الذات الشعور بالسعادة والنشاط تقليل التوتر والاكتئاب زيادة مستويات الطاقة تحسين جودة النوم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بسهولة أكبر ما هي بعض الآثار السلبية الشائعة للحميات الغذائية المتطرفة؟ تشمل فقدان العضلات بدلا من الدهون إرهاق وضعف شديدين زيادة نسبة الكوليسترول الضار هبوط معدل السكر وضغط الدم آلام المعدة تساقط الشعر جفاف البشرة ما هي بعض الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد على الشعور بالشبع؟ الشفان، الأرز البني، البقوليات، الفاصولي السوداء، التفاح، الكرفس، الشمندر، البروكولي ما أهمية تناول وجبة العشاء قبل ثلاثة إلى أربع ساعات من موعد النوم عند محاولة إنقاص الوزن؟ لتجنب تخزينها كدهون وإعطاء الجسم وقت كاف لهضمها وحرق سعراتها الحرارية قبل النوم ما هي بعض البدائل الصحية للوجبات الجاهزة والمعلبة عالية السوديوم والدهون؟ يمكن استبدالها بوجبات محضرة منزليا كالسلطات والحساء والأطباق المشوية والمطهوة بالبخار مع تقليل الملح وزيوت الطهي ما الفرق بين السعرات الحرارية الخالية وصاف السعرات الحرارية؟ السعرات الخالية هي إجمالي سعرات الطعام أما صاف السعرات فهي السعرات بعد طرح نسبة الألياف والبروتينات التي لا يمتصها الجسم ما هي بعض تأثيرات نقص النوم على الوزن وجهود إنقاصه؟ منها زيادة الشهية وتفضيل الأطعمة الدسمة خلل في توازن الهرمونات المسؤولة عن الشبع إبطاء عملية حرق السعرات الحرارية ما هي بعض المشروبات المفيدة التي يمكن تناولها قبل الوجبات للمساعدة في الشعور بالشبع؟ منها الماء مشروب الخضروات مشروبات الأعشاب الطبيعية عصير التفاح الطبيعي شاي الأعشاب غير المحلة ما هي بعض البدائل الصحية للوجبات السريعة والمقرمشة عند الشعور بالجوع؟ يمكن تناول الفواكه والخضروات الطازجة المكسرات والبذور غير المملحة الزبادي الطبيعي شرائح الدجاج أو التونة البيض أطباق الحمص أو الفول كيف يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف على إنقاص الوزن والحفاظ عليه؟ تساعد الألياف على الشعور بالشبع وتقليل تناول السعرات كما تبطئ من امتصاص السكريات مما يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم ما هي بعض الآثار الجانبية للحميات الغذائية الدهنية مثل أتكينز وكيتو؟ تشمل الصداع والدوخة والإمساكة زيادة مستويات الكوليسترول كبد دهني هشاشة العظام فشل كلوي عند زيادة تناول البروتين ما هي بعض النصائح لتجنب اكتساب الوزن مجددا بعد فقدانه؟ منها اعتماد نمط غذائي صحي طويل الأمد موازنة تناول السعرات اليومية ممارسة الرياضة بانتظام عدم الانتكاس للعادات السيئة تجنب الإجهاد مراقبة الوزن أسبوعيا ما هي بعض الأفكار الخلاقة لتحضير وجبات صحية ومنخفضة السعرات في المنزل؟ استبدال الأرز الأبيض بالبني إضافة الخضروات للوجبات الرئيسية تحضير السلطات بالخضروات والبروتينات الخالية من الدهون تحميص الخضروات بدلا من القلي تتبيل السلطات بالليمون بدلا من الصلصات الجاهزة ما هي بعض الأطعمة الغنية بالأميجا ثلاثة وفوائدها في التحكم بالوزن؟ تشمل السلمونة والتونة والماكيريل زيت الكتان بذور الكتان والشيا زيت جوز الهند الأفوكادو الجوز واللوزي تساعد الأميجا ثلاثة على تقليل الالتهاب وتحسين عملية الأيضي ما الفرق بين الوزن الصحي المثالي ومؤشر كتلة الجسم الصحي؟ الوزن الصحي المثالي هو الوزن الصحي مقارنة بالطول والعمر والجنسي أما مؤشر كتلة الجسم الصحي فهو نسبة الوزن للطول ويعتبر صحيا إذا تراوح بين 18.5 و أربعة وعشرون فاصل تسعة ما أهمية شرب الماء بكميات كافية يوميا للمساعدة على إنقاص الوزن؟ يساعد شرب الماء على الشعور بالشبع وتقليل تناول السعرات كما أنه يسرع عملية الأيض ويساهم في التخلص من السموم بالجسم يوصى بشرب 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا ما هي بعض البدائل الصحية عند الرغبة في تناول وجبة غنية بالكربوهايدرات مثل المعكرونة أو الأرزي؟ يمكن استبدالها بالشفان أو الأرزي البني وزيادة حصة الخضروات غير النشوية كالبروكولي والسبانخ والكوسة واستخدام التوابل والأعشاب لإدفاء النكهة ما هي بعض العلامات التي تشير إلى أن الحمية الغذائية التي تتبعها غير صحية؟ فقدان الوزن السريع وغير الطبيعي الشعور بالتعب والإرهاق المستمرين الإمساك تساقط الشعر الدوخة آلام المعدة هبوط مستوى السكر في الدم كيف يمكن إضافة النشاط البدني للروتين اليومي بسهولة للمساعدة في حرق سعرات إضافية المشي لمسافات قصيرة استخدام الدرج بدلا من المصعد وقوف العمل بدلا من الجلوس ممارسة تمرينات الإطالة أثناء العمل أخذ فترات مشي قصيرة بعد كل ساعة جلوس ما الفرق بين فقدان الوزن الصحي والوزن غير الصحي؟ فقدان الوزن الصحي هو خسارة الدهون مع المحافظة على العضلات أما فقدان الوزن غير الصحي فيشمل خسارة العضلات والماء من الجسم مع الدهون ما هي بعض الأفكار الجيدة لوجبات خفيفة منخفضة السعرات يمكن تناولها في العمل أو الجامعة؟ الفواكه الطازجة أطباق الحمص الجبنة القريش مع الخيار البيض المسلوق زبادي الزيتون مع الخبز البلدي المكسرات غير المملحة ما هي بعض التغييرات السلوكية البسيطة التي يمكن إدخالها لحياتنا اليومية لتساعد على إنقاص الوزن؟ تناول وجبة افطار صحية المشي لمسافات قصيرة استخدام أدوات صغيرة لتقليل حجم الوجبة تناول الطعام ببطء شرب كوب من الماء قبل الوجبات الرئيسية تجنب تناول الطعام أمام شاشات التلفاز أو الكمبيوتر ما هي بعض الأنشطة الترفيهية الجيدة التي تعتمد على حركة الجسم وتساعد في حرق سعرات إضافية؟ السباحة رقص الزومبا ركوب الدراجات تسلق الجبال لعب كرة القدم أو السلة التزلج على الجليد القفز بالحبل ألعاب الريشة مثل البدمنتون ما هي بعض العلامات التحذيرية أثناء اتباع نظام غذائي معين والتي تشير إلى ضرورة إيقافه فقدان وزن مفاجئ وسريع ضعف شديد وإرهاق مستمر دوار وصداع متكررين إمساك مستمر هبوط مفاجئ في ضغط الدم أو مستوى السكر آلام في المعدة ما هي بعض الأفكار الجيدة لوجبات غداء سريعة ومنخفضة السعرات يمكن تحضيرها في المنزل سندويشات الدجاج أو التونة السلطات الخضراء مع البيض أو الجبنة وجبات المعكرونة بالخضار الأرز بالخضروات والتوابل الحساء الخضروي مع شرائح الدجاج ما هي بعض تأثيرات نقص النوم على الجهد المبذول لإنقاص الوزن يؤدي نقص النوم إلى ارتفاع مستوى هرمون الغريلين الذي يزيد الشهية كما يؤدي إلى خلل في مستويات هرمون الليبتين الذي يشعر بالشبع كما يؤثر على التمثيل الغذائي ما هي بعض البدائل الصحية للوجبات السريعة ذات السعرات العالية مثل البيتزا والبرغري يمكن استبدالها بالسلطات والسندويشات والحساء المحضر في المنزل باستخدام الخضروات والدجاج أو الأسماك أو التونة أو الأطباق المشوية مع الأعشاب والتوابل بدلا من الصلصة ما هي بعض المشروبات المنعشة منخفضة السعرات التي يمكن تناولها بدلا من المشروبات الغازية الماء الماء بنكهة الفواكه الطبيعية الشاي الأخضر شاي الأعشاب العطرية القهوة السوداء عصير الرمان أو التفاح الحليب قليل الدسم مشروبات الصوية ما هي بعض الأفكار الجيدة لتحضير وجبات خفيفة صحية ذات سعرات منخفضة في المنزل الفواكه الطازجة مع الزبادي الطبيعي المكسرات والبذور غير المملحة تست الدجاج مع الخص والطماطم البيض المسلوق سحون اليقطين بالفواكه المجففة زبادي الزيتون مع الخبز البلدي ما هي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد على الالتزام بنظام غذائي صحي لإنقاص الوزن على المدى الطويل وضع أهداف واقعية التركيز على التغييرات الدائمة إشراك العائلة في الجهد تجنب شراء الأطعمة غير الصحية ممارسة الأنشطة الترفيهية الصحية عدم الانتكاس للعادات السيئة عند الوقوع فيها ما هي بعض الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين دالو التي تساعد على حرق الدهون الأسماك الدهنية مثل السالموني، الحليب ومشتقاته، الخضروات الورقية، التوفو، المكسرات، البيض، الأجبان قليلة الدسم ما هي بعض التحديات الشائعة أثناء محاولة إنقاص الوزن وكيفية التغلب عليها؟ الرغبة في الأطعمة الدسمة، عدم الثبات، عدم وجود دعم، الضغوط النفسية يمكن التغلب عليها من خلال وضع أهداف مرحلية، إيجاد بدائل صحية للرغبات، ممارسة التأمل واليوغى، الحصول على دعم الأهل والأصدقاء لماذا من المهم تجنب الانتكاس للعادات الغذائية السيئة عند الوقوع فيها أثناء محاولة إنقاص الوزن؟ لأن الانتكاسة الواحدة قد تؤدي لعودة العادات السيئة وفشل الجهود، لذا من المهم الاستمرار على النظام الغذائي الصحي بعد أي انتكاسة وعدم السماح لها بإفساد التقدم المحرز ما هي بعض الأفكار الجيدة لوجبات صحية يمكن تناولها عند الخروج للعشاء في المطاعم؟ السلطات مع الخضروات والدجاج أو الأسماك، اللحوم المشوية بدلا من المقلية، الأرز البني بالخضروات، أطباق الباست الدجاج أو المأكولات البحرية، البيتزا بالخضروات والجبنة وليس اللحوم ما هي بعض التمارين الرياضية خفيفة الشدة والتي يمكن ممارستها يومياً في المنزل لمساعدة الجسم على حرق سعرات إضافية؟ تمارين الإطالة، رفع الأثقال الخفيفة، القفز بالحبل، تمارين اللياقة باستخدام مقاومة الجسم الذاتية، الأنشطة الهوائية مثل الجري في مكان أو ركوب الدراجة الثابتة ما هي بعض الأفكار الجيدة لتحضير وجبات غداء منخفضة السعرات بسرعة وسهولة؟ يمكن تحضير سلطات خضراء مع إضافة مصادر بروتين مثل التونة أو الدجاج أو البيض، أو أطباق الكينوى أو الأرز البني مع الخضار، أو المعكرونة بالصلصات النباتية بدلا من الدسمة، أو سندويشات من الخبز الكامل مع شرائح الدجاج ما هي بعض الأنشطة الترفيهية التي تعتمد على حركة الجسم ويمكن ممارستها مع الأسرة في نهاية الأسبوع؟ المشي في الحدائق أو الشواطئ، ركوب الدراجات، التزلج على الجليد، السباحة، لعب كرة الطائرة أو كرة القدم في الهواء الطلق، الألعاب الحركية مع الأطفال مثل التسلق والمطاردة ما هي بعض الأفكار الجيدة للترفيه عن النفس بطريقة صحية بدلا من تناول وجبات غنية بالسعرات؟ قراءة كتاب ممتع، الاستماع إلى الموسيقى، ممارسة اليوغا والتأمل، الاستمتاع بالهواء الطلق في الحدائق، مشاهدة فيلم كوميدي أو برنامج تلفزيوني مفضل، اللعب مع حيوان أليف، التحدث مع صديق عبر الهاتف ما هي بعض علامات أن النظام الغذائي المتبع غير صحي وقد يضر بالصحة؟ فقدان وزن سريع وغير طبيع، التعب المستمر ونقص الطاقة، الدوار والصداع المتكررين، مشاكل في الهضم، جفاف البشرة، تساقط الشعر، هبوط مستوى السكر في الدم ما هي بعض الأطعمة الغنية بالألياف ومنخفضة السعرات التي يمكن إضافتها للوجبات والوصفات؟ الخضروات الورقية كالسبانخ والبروكولي، البقوليات مثل العدس والحمص، الفواكه مثل التفاح والتوتي، الحبوب الكاملة مثل الشفان والأرز البني، المكسرات والبذور ما هي بعض التغييرات السهلة التي يمكن إدخالها على الوجبات المفضلة لجعلها أكثر صحية؟ استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني، استخدام الخبز الكامل بدلا من الأبيض، إضافة الخضروات للوجبات الرئيسية، تقليل كمية الصلصات واستبدالها بالتوابل، شوي اللحوم بدلا من قليها، تجنب المقرمشات والحلويات ما هي بعض الفوائد الصحية التي يمكن تحقيقها من خلال إنقاص الوزن بالطرق السليمة؟ تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم، الوقاية من أمراض القلب والسكري، تقليل آلام المفاصل، تحسين الحالة المزاجية والثقة بالنفس، زيادة معدل الطاقة والنشاط البدني ما هي بعض التمارين الرياضية الخفيفة التي يمكن ممارستها من المنزل لمساعدة الجسم على حرق سعرات إضافية؟ تمارين الإطالة، رفع زجاجات المياه الصغيرة كأثقال، تمارين الجري والقفز على مكان، تمارين الكرنش والبريس، تمارين الضغط، البوش أب استخدام آلات التمرين المنزلية مثل دراجة التدريب ما هي بعض الأطعمة الغنية بالكالسيوم والتي تساعد الجسم على حرق الدهون الأسماك الدهنية مثل السالمون، الألبان والأجبان قليلة الدسم، التوفو، الخضروات الورقية مثل البروكولي، المكسرات والبذوري، التوت البري والزبيبي ما هي بعض النصائح الغذائية التي يجب اتباعها لمريض السكري الذي يحاول إنقاص وزنه؟ تجنب السكريات المضافة، اتباع نظام غذائي غني بالألياف، تناول الحبوب الكاملة بدلا من المكررة، تجنب الوجبات الدسمة عالية السعرات، تقسيم الوجبات إلى خمسة إلى ستة وجبات صغيرة يومياً، مراقبة نسبة الكربوهيدرات ما هي بعض المكملات الغذائية التي يمكن أن تساعد في عملية إنقاص الوزن بشكل طبيعي؟ مكملات الألياف، زيت السمك أو أوميدا ثلاثة لتقليل الالتهاب، مكملات الكروميوم للمساعدة في حرق الدهون، مكملات الحديد وفيتامين بأ 12 للوقاية من فقر الدم، ما هي بعض الأفكار الجيدة لوجبات خفيفة منخفضة السعرات يمكن تحضيرها بسرعة أثناء فترات الانشغال؟ الفواكه الطازجة مع اللبن قليل الدسم أو الزبادي، شطائر التونة والبيض، خلطة المكسرات والتوت المجفف، أطباق اليقطين بالفواكه، الأيوارد الطبيعي، حفنة من الحمص أو الفول المدمس ما هي أهم النصائح العامة لاتباع نمط حياة صحي والمحافظة على وزن مثالي على المدى الطويل؟ اتباع نظام غذائي متوازن، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، تجنب الإفراط في تناول السعرات الحرارية، النوم 7 إلى 8 ساعات يومياً، شرب الماء بكثرة، تجنب الإجهاد، مراقبة الوزن أسبوعياً خاتمة الكتاب، لقد استعرضنا في هذا الكتاب مئة سؤال وجواب حول موضوع الرجيم وخسارة الوزن بأسلوب علمي وعملي، اعتماداً على أحدث الأبحاث الموثوقة في هذا المجال تناولنا الكثير من التساؤلات الشائعة حول الطرق الصحية لخسارة الوزن، وكيفية اتباع نظام غذائي متوازن، وأفضل أنواع التمارين لحرق الدهون، بالإضافة إلى تقديم النصائح العملية للتغلب على العقبات والمحافظة على الوزن بعد الوصول للهدف آمل أن يكون هذا الكتاب قد نجح في تغطية كافة التساؤلات المحيرة حول هذا الموضوع الهام، وأن يشكل مرجعناً عملياً وموثوقاً للقراء الكرام من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة لبدء رحلتهم نحو تحقيق الوزن المثالي والمحافظة عليه على المدى الطويل أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في اعتماد نمط حياة صحي ونشط، والاستمتاع بمزايا الوزن المثالي على صحتكم الجسدية والنفسية وفي النهاية، تذكروا أن المفتاح الحقيقي للنجاح هو الالتزام والمثابرة، مع تحياتي وتقديري، دكتور عاطف أحمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر